السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الحديد المشغول والإنشاءة المعدنية الصف الثالث إن شاء الله النهاردة معنا مع مادة تكنولوجيا المعدات الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن مكينة مؤسس المجموعة إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد اللي هو مكينات النشر الألية طبعا مكينات النشر الألية هي أنواع مختلفة كذا نوع كلها بتهدف الغرض واحد اللي هو فصل أجزاء المعدن اللي قطعتين أو أكثر إن أنا ممكن أعمل عملية نشر للمعدن بفصل جزئين المعدن عن بعض بتختلف الطريقة حسب المكينة اللي أنا بستخدمها بس في الآخر هو الهدف واحد إن أنا أعمل عملية نشر طبعا الاختلاف بين أنواع المكينات المختلفة الاختلاف هو قدراتها اللي هي بتقوم بيها فيه مكينات بتقوم بقطع قطاعات ذات أبعاد صغيرة وفيه مكينات بتقوم بقطع أجزاء معدنية بتبقى كتل كبيرة فبتختلف الآلة من من مكينة لماكينة على حسب حجم الخامة اللي أنا بقطعها طيب إحنا النهاردة عندنا ثلاث أنواع من مكينات النشر الآلية هنستخدمهم أو هنشوف الوصف بتاعهم وأجزائهم وهنشوف طريق التشغيل بتاعتهم ونعرف كل واحدة بتستخدم فيها هنشوف مع بعض الوقتي مكينات النشر الآلية أنواع مكينات النشر الآلية أنا عندي هنا مكينات النشر الآلية بتنقسم لثلاث أنواع أول حاجة منشار الصينية النوع الأولاني النوع الثاني منشار الشريط النوع الثالث اللي هو المنشار التردد تحب دول ثلاث أنواع للمكينات كل مكينات لها وصف معين وكل مكينات لها طريقة استخدام وطريقة نعل الحركة وكل مكينات لها أجزاء مختلفة عن المكينات الثانية هنشوف أولا وصف مكينات النشر الآلية طيب آلة النشر هي عبارة عن آلة آلة قطع مسننة كل سن فيها لحد قطع بتستخدم في عملية فصل أجزاء المعدن بحيث أنها إذا مرت هذه الحدود القطعة على المعدن بسرعة وضغط مناسبين يعني عندي سرعة وعند ضغط مناسب على سلاح المنشار ده بيؤدي إلى قطع جزءا من المعدن بعمق معين زي ما احنا قلنا إن أنا بيختلف عندي القطع في خامة ليها أبعاد صغيرة غير أبعاد كبيرة فكل مكينات من المكينات اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة ليها استخدام معين هنشوفه في الشرح وإحنا بنتكلم طيب عندي النوع الأولاني منشار الصينية منشار الصينية هو عبارة عن منشار بيستعمل منشار الصينية عندما تكون الخامة المرات قطعها كبيرة المقطع يعني عند خامة الأبعاد بتاعتها كبيرة عايز أعمل لها عمل بيتم في الأول إحماء الخامة يعني بستخدم الكور لدرجة الإحمرار إن أنا أسخن المعدن لدرجة الإحمرار وتوضع على حامل المخصص للشغلة عندي في المكينات حامل مخصص للشغلة بضع عليه كتلة المعدن اللي أنا عايز أقطعها الحامل ده بيكون قابل للحركة في اتجاه أفقي بحيث إن أنا أقدر أقرب المشغولة لصينية المنشار اللي بستخدمها في عملية الأطر فالحامل ده بيتحرك بواسطة الضغط على يد فيه يد للتشغيل اليد دي لما بضغط عليها بيتحرك الحامل اللي بيبقى موجود عليه الخامة في اتجاه صينية المنشار وعند تلامس الصينية مع الشغلة تتم عملية القطع تدريجيا وباستمرار الضغط على اليد يعني هنا عملية الضغط بتبقى عملية تدريجية ما ينفعش إن أنا أقوم ضغط مرة واحدة على المعدن هيحصل هنا مشكلة إن ممكن الصينية يحصل فيها كسر أو حاجة أو يحصل إصابة العمل لازم يكون القطع تدريجيا طيب نشوف مع بعض كده شكل أو وصف لمنشار الصينية أنا عندي منشار الصينية موجود عندي هنا عبارة عن صينية كبيرة الصينية دي عبارة عن قرص عليه أسنان المنشار مقطوعة على حرف الصينية هنا متركبة على عمود الدوران بتاع المحرر الكهربية أو متصلة بالعمود الدوران بتاع المحرر الكهربية عن طريق طارات هنا بيبقى عندي المحرك الكهرابي المحرك الكهرابي ليه طارة متصلة مع الطارة اللي راكب عليها الصينية عن طريق سير عندي هنا الزراع اللي احنا قلنا عليه الزراع ده وتوظيفته ان انا لما بشدش الزراع للامام تبتدي العربة الحاملة للمشغولة اللي هي الجزء المدور ده دي المشغولة تبتدي المشغولة تتاجه في اتجاه سلاح المنشار اللي هو عبارة عن صينية فيبتدي تتم عملية القطع التدريجية عندنا الاجزاء بتقول ماكينة 20 جزء هنشوف الاجزاء كده اجزاء الماكينة اول حاجة محرك الكهرابي طبعا احنا قلنا منشير قلية فطبيعي ان انا بيستخدم منشار قالي يعني منشار بيحتاج لحركة عن طريق محرك الكهرابي فبيستخدم اول حاجة محرك الكهرابي تانية حاجة سلاح المنشار اللي هو عبارة عن قرص او صينية تالت حاجة كتلة المعدن المرات قطعها الكتلة اللي انا بيستخدمها في عملية القط دي تعتبر جزء عندي عندي حامل لوضع المعدن عليه دي الجزء اللي هو العربة اللي بتحط عليها المعدن عشان يتحرك في اتجاه صينية المنشار عندي بعد كده لوحة زاتة مجرى لربط الحامل انا عندي الحامل ده بيحتاج انه يبقى مربوط فبيتم ربط الحامل ده في لوحة لها مجرى معينة عندي بعد كده قاعدة متحركة تتحرك جانبيا بالمجهولة القاعدة دي اللي احنا قلنا عليها اللي بتحط عليها المجهولة بتتحرك جانبيا حركة افقية بحيث انها يتم التغذية لها اثناء عملية القطع عن طريق جذب الزراع المسؤول عن حركة العربة اللي عليها المجهولة عندي بعد كده فرش الالة بكرسيين لحامل عمود الصينية الفرش بتاع الالة اللي هو جزء الاساسي اللي بيقى متركب عليه العمود بتاع الصينية بيبقى فيه كرسيين محاور الكرسيين دول متثبت عليهم الصينية بتاعة المنشار عندي بعد كده بنز لربط الزراع اللي هو رقم 8 على القعدة المتحركة يعني البنز ده مسؤول عن ربط الزراع الجذب او الزراع اللي انا بشده عشان يتحرك عن طريقه المشغولة في اتجاه الصينية عندي بعد كده زراع لتحريك القعدة اللي هو رقم 5 جانبيا الزراع ده يستخدم لتحريك القعدة جانبيا على الجانبين بحيث ان انا اقدر ازبط مكان القطع مواجه لصينية المنشار عندي بعد كده كرانك لتحريك الزراع الكرانك ده اللي هو عبارة عن جزء بيستخدم لتحويل الحركة الى حركة من حركة افقية لحركة ترددية معنى كرانك انه هو عبارة عن قرص دائري متثبت من المركز بتاعه عن طريق طارة او بيتصل عن طريق طارة بجزء تاني اللي بينقله الحركة وبيكون متركب على الكرانك ده قريب للمحور بتاعه الخارجي عن طريق فتحة معينة الزراع ده هو المسؤول عن نقل الحركة او تحويل الحركة من حركة افقية الى حركة ترددية عندي بعد كده الجزء رقم 11 عمود افقي تتحرك لتحريك المرفق دائريا العمود الافقي ده يستخدم لتحريك الزراع دائريا او المرفق الواصل ما بين الصينية ويد التشغيل عندي بينز لربط الزراع رقم 8 مع المرفق اللي هو رقم 9 دي حركة مفصلية بتتم عن طريق الربط بينز بيصل الزراع بالمرفق بحيث ان يحصل عملية تحريك لمركزية للزراع عندي خبر لتثبيت المرفق اللي هو رقم 9 مع العمود الافقي ده بيستخدم جزء معدنية لتثبيت العمود مع المرفق عندي ترس الجنزير لادارة الصينية ترس مركب على الصينية وعندي جنزير بيصل ما بين الترس وما بين الترس اللي بيقام راكب على المحرك الكهرابي عشان يلقل الحركة من المحرك الكهرابي لصينية المنشار عشان تتم عملية إدارة الصينية عندي بعد كده جنزير مكون من خمسة صفوف لإدارة الصينية الجنزير ده في خمس صفوف يستخدم لإدارة الصينية عن طريق أقل الحركة من الترس المسبت على المحرك الكهرابي للترس المركب عليه الصينية بعد كده جزء رقم 16 اللي هو عامود المحرك الكهرابي اللي هو عامود متفرع من المحرك الكهرابي بيتم تركيب الترس عليه عشان ينقل الحركة من المحرك الكهرابي للترس عندي ترس مسنن خمس صفوف عشان يتوافق مع الجنزير اللي فيه خمس صفوف بحيث يتم تعشيء الترس مع الجنزير لنقل الحركة من المحرك الكهرابي لصنية المنشار يعني رقم 18 ترس الجنزير مركب على عمود المحرك الكهرابي ده الترس اللي احنا قلنا عليه اللي بيني الحركة من المحرك الكهرابي للجنزير وبالتالي من الجنزير للترس اللي بتركب على صنية المنشار يعني بعد كده وصلة لربط وتثبيت المنشار على العمود رقم 18 دي بتستخدم لتثبيت المنشار اللي هي الصينية على العمود الواصل للصينية عندي آخر حاجة نقطة رقم 20 اللي هي يد التغذية وطلها متر تقريبا دي اليد المسؤولة عن عملية التشغيل اللي بيقوم العمل بيجذبها للأمام فبالتالي بتقوم بتحريك الصينية او بتقوم بتحريك المشغولة في اتجاه الصينية بحيث ان يتم عملية التغذية للقطع يدوين طيب احنا كده اتكلمنا عن اجزاء مكينة منشار الصينية نشوف كده طريقة التشغيل بتاعة المكينة عندي اول حاجة بتنتقل الحركة من محرك كهرابي طبعا عارفين ان عشان يبقى في حركة لازم يكون في محرك كهرابي المحرك الكهرابي هو اللي بيقوم بتوليد الطاقة الحركية وبالتالي بتنتقل الحركة من المحرك الكهرابي الى الصينية المنشار عن طريق الجنزير زخمة الصفوف ويلاحظ ان المنشار محمول على كرسيين سابتين في الفرش دول اللي انا بستخدامهم لتثبيت الصينية عشان الصينية تبقى مسبتة في الفرش او في المكان التثبيت بتاعه طيب بعد كده بيتم ربط المشغولة في المنجلة المعدة للربط اللي هي الجزء اللي بيتحرك في اتجاه الصينية بيتم ربط المشغولة تمام وهي موجودة امام المنشار مباشرة بحيث ان انا المشغولة تبقى مواجهة لصينية المنشار وبمجرد ما انا اجزب الزراع للامام يبتدي الجزء الحامل اللي المشغولة يتحرك في اتجاه الصينية المنشار تدريجيا وبالتالي تتم عملية التغذية والقطع عن طريق صينية المنشار المواجهة للمشغولة تمام؟ طيب عندي بيتم الضغط على مفتاح التشغيل ده بداية انا عشان اعمل عملية نقل الحركة ببتدي اول حاجة اعمل عملية فتح للمفتاح الطير الكهرابي وبالتالي بيتم نقل الحركة من الطير بيتم نقل الكهرباء للمحركة الكهرابي وبعد كده بيتم تشغيل المحركة الكهرابي فبتبتدي تدور المكينة ويبدأ المنشار في الحركة ويبدأ في قطع المعدن زي ما شرحنا وقلنا وفي نفس الوقت بيكون في نفس الوقت متوافق مع عملية نقل الحركة من المحركة الكهرابي للمنشار الصينية او للصينية المسؤولة عن القطع بيكون فيه تغزية عن طريق اليد اللي بتتحرك عن طريق جذب اليد جذب اليد للامام فتبتدي العربة الحاملة للمعدن تتجه نحو منشار الصينية حتى تتم عملية القطع او الشق بالنسبة لي المجهولة الى الجزئين المطلوبين طيب احنا اتكلمنا عن منشار الصينية وقلنا ان منشار الصينية عبارة عن صينية متصلة عن طريق سير بجنزير الجنزير ده بياخد الحركة الحركة بتاعته من المحرك الكهرابي وبالتالي بيتم نقل الحركة للصينية عن طريق ضغط مفتاح التشغيل فتنتقل الحركة من المحرك الكهرابي للصينية عندي الجزء او العربة المسؤولة عن تثبيت المشغولة بحيث ان انا احط المشغولة واسبتها عن طريق المنجلة او عن طريق الجزء الحامل للكتلة المعدن اللي انا هقطعها وبعد كده ابتدي اجذب الزراع للامام فتبتدي العربة تتحرك عن طريق اتصال الزراع بميرفق فتبتدي العربة تتحرك في اتجاه صينية المنشار للامام فتبتدي اتم عملية القطع تدريجيا هنا عملية القطع ما تبقاش عملية فجاية يبتبقى عملية تدريجية بحيث ان صينية المنشار تبتدي تعمل الاول حز في المعدن وبعد كده تبتدي تتغلغل في المعدن تدريجيا وهنا بتم قطع المعدن تدريجيا عشان ما يحصل شيء قطع فجائي فتحصل مشكلة في صنية المنشار فهنا لازم يكون عندي ضغط بنسبة معينة على زراعة التشغيل بحيث ان القطعة المعدن تتحرك في التجاهة الصنية تحرك بطيء تدريجيا بحيث تتم عملية القطع تدريجيا ده النوع الاولين النوع التاني عندنا اللي هو منشار الشريط منشار الشريط زي ما احنا شايفين شكله كده ده بيستخدم في الورش بحيث ان انا عندي اكتر من وسيلة زي ما قلنا عندي منشار الصنية عندي منشار الشريط عندي منشار التردد ده النوع التاني ده بيستخدم حتى كمان في نوع منه بيستخدم في ورش النجارة بيستخدم للقطع لالواح الخشب وقطع الخشب لكن احنا عندنا ده بيستخدم في قطعات الحديد طيب انا عندي المنشار زي ما احنا شايفين شكله عبارة عن محرك كهربي اللي هو الجزء ده راكب عليه طارة الطارة دي متصلة بطارة تانية دي عشان تعمل عملية التوازن او عملية ضبط الحركة عندي هنا متصل بطارة تانية مركب عليها ترس ومركب هنا او طارة ايان كان مركب هنا طارة الطارة دي متصلة بجنزير بطارة تانية متصل عليها طارة كبيرة عندي هنا فكرة عمل المنشار انه هو عبارة عن طارتين طارتين الاولى فوق والتانية تحت الطارة النقلة للحركة اللي هي الموجودة تحت القريبة للمحرك الكهربي بتبقى متصلة بطارة واخد حركتها من طارة اه برضو واخد حركتها عن طريق المحرك كهربي باستخدام مجموعة من السيور بتانية الحركة من طارة لاخرى حتى تصل الحركة الى الطارة دي الطارة دي بقول عليها الطارة القائدة الطارة القائدة بيتركب عليها سلاح المنشار اللي هو عبارة عن شريط منشار الشريط دوت بيتم اه لحامه في الطرف بحيث ان هو يبقى واخد شكل ملفوف حوالين الطارتين زي ما احنا شايفين عندي الطارة العليا دي اللي هي الطارة الموجودة فوق بيتم ضبط الطارتين على بعضه وشد الطارتين بحيث ان السلاح المنشار يتشد ما بين الطارتين عندي هنا طبعا زي ما احنا بنقول عندي طارة عليا عندي خرطوم معدني اللي هي عملية التبريد عندي علبة اضاءة هنا اضاءة عشان يبقى فيه اضاءة مسلطة على مكان القطع بالنسبة للمنشار بحيث ان انا اشوف عملية القطع يوية بتتم ازاي عندي منضضة اللي بيتم وضع المشغولة عليها عندي سلاح المنشار عندي طارة خارجية الطارة دي بيتم من خلالها شد سلاح المنشار عندي جشمة تتحكم في السرعة الجشمة دي من خلالها بيتحكم في سرعة سلاح المنشار عندي مفتاح التشغيل عندي طارة لرفع وخفض الطارة العليا الطارة دي بتستخدم في رفع وخفض الطارة العليا وبتستخدم عندي هنا علبة لحفظ المعدات ممكن نحط فيها معدات بستخدمها اثناء عملية التشغيل ممكن معدات بستخدمها لربط او فك سلاح المنشار عنده مانومتر للسرعة عشان اعرف من خلاله السرعة اللي بيتم تشغيل الماكينة بها طيب نشوف منشار الشريط كده بيستخدم ازاي يستخدم منشار الشريط في قطع جميع انواع الحديد والالواح المعدنية بصمق اقل مما يستخدم في المنشار الترددي ومنشار الصيني يبقى منشار الشريط ليه حدود معينة في القطع بحيث ان هو بيستخدم في قطع الواح معدنية او قطاعات معدنية من الحديد مثلا بصمق اقل من المستخدمة في النوعين التانين اللي هو نوع منشار الصينية ومنشار التردد اللي احنا هنتكلم عليه فيه ما بعد طيب نشوف بعد كده المنشار له سلاح على شكل شريط زي ما احنا قلنا ان السلاح المنشار هنا عبارة عن شريط حلقي من الصلب المرين لازم يكون مصنوع من الصلب المرين عشان يتحمل ضغط المعدن عليه وما يحصلش فيه شروخ او تشاوات بيتحرك السلاح حول عجلتين او طارتين كبار طارتين اللي احنا قلنا عليهم ان طارة عليا وطارة سفلة بيبقى ملفوف عليهم سلاح المنشار الاولانية بتقع اعلى المنددة والاخرى اسفلها يعني فيه واحدة عليا وفيه واحدة سفلة السفلة طبعا اللي هي قلنا بتاخد حركتها من المحرك الكهرابي عن طريق الطارة طارة تانية وعن طريق سير دي بقول عليها الطارة القائدة الاولانية طيب بيمر سلاح المنشار اللي هو الشريط خلال فتحة عند مركز المنددة يبقى مفتوح فتحة في مركز القاعدة بتاعت التشغيل اللي هي منددة التشغيل بحيث ان يمر سلاح المنشار منها ويتجه لأعلى عندي اجزاء الماكينة بالنسبة لمنشار الشريط اول حاجة جسم الماكينة طبعا الجسم الخارجي للماكينة اتنين القرصة او المنددة دي الجزء اللي بيبقى محطوط ومتسبت عليه المشغولة عشان نعمل عملية قط للمشغولة تالت حاجة المحور السفلي اللي هو المحور الحامل للطارة السفلة عندي الطارة القائدة دي الطارة اللي مسؤولة عن نقل الحركة من المحرك الكهرابي لسلاح المنشار وبالتالي عن طريق الاحتكاك للطارة العليا يبقى دي الطارة القائدة اول جزء بيتحرك في الماكينة بعد المحرك الكهرابي هي الطارة القائدة وبيكون متركب عليها سلاح المنشار اللي هو الشريط وبالتالي بيتم عن طريق الاحتكاك بين الطارة وسلاح المنشار اللي هو شريط المنشار النقل الحركة لشريط المنشار وبيكون طبعا متثبت على الطارة العليا برضو بحيث ان هو يلف على الطارتين عندي المحور العلوي المحور العلوي ده اللي متثبت عليه الطارة العليا اللي احنا قلنا عليها بنقول عليها طارة تابعة يبقى عندي طارة قائدة اللي هي مركبة على المحرك الكهرابي من اسفل وعندي طارة تابعة اللي هي بتاخد حركتها من الطارة القائدة عن طريق سلاح المنشار اللي هو شريط المنشار طيب أنا عندي هنا سلاح المنشار زي ما احنا قلنا انه هو عبارة عن شريط الشريط ده طبعا بيبقى مقطوع في اسنان المنشار بزوايا معينة وبكون الاسنان دي حادة بحيث انه هو لما بيعمل عملية احتكاج بالمعدن يتم قطع المعدن في الجزء المحتك مع سلاح المنشار طيب المنشار قلنا بيصنع من الصلب المارين عبارة عن شريط الشريط ده بيبقى ملفوف على طارتين طارة قائدة سفلة وطارة عليا اللي هي الطارة التابعة او المنقادة بحيث انه لما بيتحرك المحرك الكهرباء ينقل الحركة للطارة القائدة فتبتدي الدور الطارة القائدة ومع دورين الطارة القائدة يبتدي يتحرك سلاح المنشار ولف فيبتدي هنا ينقل الحركة للطارة التابعة اللي هي الطارة العليا طيب سلاح المنشار من الصلب المارين بيبقى عبارة عن شريط بيتم لحامه بحيث انه هو يكون لحام متين بحيث انه ما يتأثرش مع عملية الاحتجاك مع المعدة انه هو يتم فصل اللحام او حاجة عندي بعد كده لقم التوازن لقم التوازن دي بتستخدم لحفظ توازن سلاح المنشار سلاح المنشار عندي هنا بيتحرك تردديا في اتجاه رأسي محتاج انه هو يحفظ التوازن بتاعه بحيث انه ما حصلش في لبة لانه لو حصل في لبة وهو بيتحرك عملية الحركة التزبزبية للمنشار ممكن تؤدي الى كسر شريط المنشار وبالتالي بيحصل مشكلة للعمل اثناء عملية استخدام المنشار عندي بعد كده الجشمة الجشمة دي هي المسؤولة عن تحديد السرعة بتاعة سلاح المنشار اقدر من خلال الجشمة احدد السرعة المناسبة للخامة اللي انا بعمل لها عملية القط بحيث ان انا وانا بقطع يبقى في خامة محتاجة لسرعة كبيرة وفي خامة محتاجة لسرعة اقل اقدر ازبط من خلال الجشمة للسرعة التالية طيب عندي بعد كده طريقة التشغيل زي ما احنا قلنا طريقة التشغيل اني بتبتدي توضع علامات التشغيل على الالواح حسب الابعاد المطلوبة انا لما باجي اعمل عملية القطع او عملية النشر اول حاجة بعملها ان انا بعمل عملية تحديد لمكان النشر او مكان القطع اللي انا عايز اقطع فيه المعدن طيب بيتم خلال عمل علامات او عمل خطوط على المعدن بحيث ان هي تحدد لي او استرشد من خلالها بالمكان اللي انا هقطع فيه المعدن يبقى اول حاجة توضع علامات التشغيل على الالواح حسب الابعاد المطلوبة تاني حاجة يضبط الدليل العلوي لمكينة المنشار بحيث تكون المسافة بين الدليل وبين سلاح المنشار تساوي تخانة ايه قطعة المعدن المراد قطعه مع زيادة اتنين او تلاتة ملي يبقى هبعمل عملية ضبط للدليل العلوي للمكينة الدليل العلوي ده بيحدد لي ايه المسافة اللي انا محتاجها اللي انا بحددها من خلال تخانة المعدن انا عندي سمك المعدن اللي انا عايز اعمل له عملية القطعه او عملية الفصل بيحدده بحدد من خلال الدليل ده المسافة اللي انا هسيبها ما بين سلاح المنشار وما بين المشغولة بحيث ان انا اقدر ما بين الدليل الافقي بحيث ان انا اقدر احدد مساحة المقطع او مساحة القطع اللي انا هقطع فيها المعدن طيب انا بحدد الجزء دوت وابتدي ازود اتنين او تلاتة ملي بحيث ان الاتنين او تلاتة ملي دول اللي هم سمك السلاح بتاع المنشار عشان لما اجي اعمل عملية قياس بعد ما خلص عملية القط ما يحصلش اني انه يلاقي ان القطعة تم قطعها بابعاد اقل من المطلوبة فانا بعمل حساب السمك بتاع سلاح المنشار بحيث ان انا وانا بعمل عملية القطعة هيبقى فيه ازالة لجزء مواجه لسلاح المنشار ما يكونش من القطعة اللي انا عايز اقطعها اللي هي اللي انا واخد المقاس بتاعها فبالتالي بزود من اتنين الى تلاتة ملي بحيث ان انا لما اجي اعمل عملية القطعة ما يكونش الجزء دوت من القطعة نفسها اللي انا بقطعها طيب بعد كده هنشوف بنبدأ عملية النشر بعد التأكد من ان المنشار يدور بالسرعة المطلوبة طيب انا اتأكد ان المنشار الاول قبل ما اعمل عملية القطع اتأكد من المنشار ان هو لسرعة معينة مناسبة لتخانة المعدن ومناسبة للمعدن اللي انا بعمله عملية النشر بحيث ان انا لو زادت السرعة عن الحد المطلوب هيحصل تلف في المعدن ولو قلت مش هيحصل القطع بالطريقة المناسبة فهيحصل هنا ان المعدن هيبقى فيه خلل بحيث ان هو القطع مش هيبقى قطع مستقيم او هيبقى قطع متعرج فبالتالي هنا لازم ازبط السرعة المناسبة مع نوع الخامة ومع سمك الخامة اللي انا بعمل لها عملية القطع طيب بعد كده عندي الخطوة اللي بعد كده ان انا بعمل عملية تحريك للمشغولة بخفة في مواجهة سلاح المنشار اتفقنا في المنشار الصينية ان انا بعمل عملية القطع تدريجيا ما بتمش عملية القطع فجائية عشان ما يحصلش استضام بين المشغولة وسلاح المنشار فهنا بتم تحريك المشغولة بسرعة مناسبة في اتجاه سلاح المنشار بحيث ان سلاح المنشار ما يتفاجئش بالمشغولة ويحصل استضامة بين سلاح المنشار والمشغولة وبالتالي هنا ممكن يؤدي ده الى كسر سلاح المنشار وبالتالي اصابة العامل اللي بيقوم مع عملية التشغيل على المكينة طيب بعد كده عندي يجب استعمال وسائل التبريد اسناء القطع انا هندي هنا عملية التبريد عملية ضرورية جدا ليه لان انا وبعمل عملية القطع بيتم احتكاك ما بين السلاح المنشار وما بين المشغولة فهنا بيحصل نتيجة للاحتكاك ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة للمشغولة وبالنسبة لشريط المنشار فشريط المنشار هنا لازم اعمله عملية التبريد باستمرار عملية التبريد الهدف منها ان سلاح المنشار ده ما يسخنش لدرجة اعلى من اللازم وبالتالي يحصل فيه انه هو يحصل فيه ان السلاح نفسه ممكن يبقى يلين وبالتالي هيكسر ممكن يكون عملية تصليط زيادة عن اللازم وبالتالي ممكن برضه ان نشوفها بتاعته تؤدي الى كسر سلاح المنشار فبالتالي اثناء عملية تشغيل لازم اراعي ان انا استخدم سوائل التبريد الموجودة بحيث ان انا ما وصلش درجة حرارة اعلى من اللازم بالنسبة للسلاح المنشار لازم احتفظ بدرجة الحرارة بتاعت سلاح المنشار اللي هو شريط المنشار عندي لدرجة معينة بحيث ان هو ما يسخنش ويحصل فيه مشكلة عندي بعد كده توقف المكينة بعد الانتهاء من العمل بوسطة مفتاح التشغيل انا عملت عملية تشغيل بالنسبة لمنشار الشريط بعد ما بخلص الشغل بتاعي بابتدي اقفل مفتاح التشغيل علشان اتأكد ان المكينة توقفت وبالتالي ابتدي بعد كده اعمل عملية تنظيف للمكينة من الريش والاماكن اللي حصل فيها القطع اشيل الريش اللي موجود نتيجة لعملية التشغيل عندي الحركة الميكانيكية الحركة الميكانيكية للمكينة المنشار بداية اول حاجة بفتح مفتاح التشغيل بعد كده بتنتقل الحركة من المحرك الكهربي للطارة القائدة الطارة القائدة بتاخد الحركة عن طريق سير واصل من الطارة المركبة على عمود الدوران بتاع المحرك الكهربي تبتدي تنتقل الحركة للطارة القائدة ومنها الى سلاح المنشار اللي هو عبارة عن شريط الشريط ده طبعا زي ما اتفقنا بيبقى ملفوف على الطارة القائدة والطارة التابعة اللي هي الطارة العليا يبتدي الشريط يتحرك حركة دورانية بيبقى محتاج الشريط هنا لأماكن لحفظ التوازن حفظ التوازن للشريط المنشار زي ما اتفقنا على اساس ان هو ما يحصلش فيه زبزبة او يحصل ان هو يتحرك حركة غير مباشرة فيبتدي يعمل عملية استضام بالمعدن في غير المكان المطلوب القطع فيه بعد كده بيتم نقل الحركة وبيتم عملية القطع عن طريق ان انا بقرب المشغولة السلاح المنشار اللي هو شريط المنشار بطريقة تدريجية لحيث ان انا اقطع المعدن تدريجية طيب نشوف كده تنتقل الحركة الميكانيكية المحركة الكهرابي الى الطارة اللي هي الطارة اللي موجودة على المحركة الكهرابي عن طريق عمود اللي هو العمود الدوران اللي متصل بالمحركة الكهرابي ثم تنتقل الى الطارة ثلاثة وفي نفس الوقت تنتقل الى الطارة خمسة الطارة خمسة اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتستخدم لحفظ التوازن وبيتم ده عن طريق سير حيث تعمل الطارة خمسة على ضغط سائل التبريد الى اعلى بيستخدم هنا الطارق خمسة لضغط سائل التبريد بحس ان انا اعمل عملية التبريد اسناء عملية التشغيل عندي بعد كده بتنتقل الحركة الى الطارطه اتنين ومنها الى الطارطه اربعة عن طريق عمود مسابت معها ثم تنتقل الحركة الى الطارطه ستة عن طريق سير ومنها الى الطارطه سبعة عن طريق عمود مسابت معها دي مجموعة من الطارط اللي انا باستخدمها في نقل الحركة من المحركة الكهرابي بعد كده تنتقل الحركة الى الطارطه تسعة للاستخدام مؤشر السرعة مؤشر السرعة هنا اللي انا من خلاله بحدد السرعة المناسبة للمشغولة اللي انا بعملها عملية التبريد وفي نفس الوقت بتنتقل الحركة الى الطارطه تمانية المثبتة على الطارة القائدة هنا بتنتقل الحركة تنتقل من الطارة تمانية للطارة القائدة اللي بيكون متركب عليها السلاح المنشار اللي هو شريط المنشار فبيتم هنا انتقال الحركة مباشرة الى الطارة المنقادة عن طريق سلاح المنشار زي ما احنا قلنا نانا عندي طارة قائدة وطارة منقادة سلاح المنشار متركب عليهم فتبتدي تنقل الحركة تنتقل الحركة من الطارة القائدة الى الطارة المنقادة الى الطارة المنقادة عن طريق سلاح المنشار. عندي هنا اسباب بتؤدي الى كسر شريط المنشار. انا عندي شريط المنشار زي ما احنا اتفقنا مصنوع من الصلب المارين لصمك معين ولأبعاد معينة. اه وانا بعمل عملية التشغيل على مكينة المنشار الشريط. لازم اراعي النقط ديت عشان ما يحصلش كسر لشريط المنشار. الاسباب اللي اتا تؤدي الى كسر شريط المنشار. لازم اكون عامل حسابي وانا اشغال عشان ما احصلش كسر لشريط المنشار. بالتالي ممكن يؤدي الى اصابة العامل اللي بيقوم بعملية النشر على المكينة. اول حاجة عدم تركيب الشريط جيدا على الطارتين. لما انا باجي اركب شريط المنشار على الطارة القائدة والطارة المقادة. اتأكد ان هو راكب في التجويف بتاع الطارة بحيث ان هو ما يكونش خارج على الاطار بتاع مكان التزبيت بتاع او مكان التركيب بتاعه. عند الطارة بيبقى ليها تجويف. لازم اتأكد ان شريط المنشار راكب جوه التجويف. ما يكونش راكب بره بحيث ان هو اه عند دوران الطارتين مع بعض الطارة القائدة والطارة المقادة. ممكن يحصل ان شريط ينزلق من على الطارة القائدة او الطارة المقادة وبالتالي هيخرج عن المصار بتاعه تاني حاجة المقاومة الفجائية ضد قوة استمرار حركة المنشار اتفقنا ان عملية النشر بتتم هنا عملية تدريجية ما ينفعش اعمل عملية النشر مباشرة بتقريب المشغولة لشريط المنشار بطريقة فجائية لازم يكون التقريب المشغولة لشريط المنشار تدريجيا بحيث ان هي تم عملية تدريجيا ومتبقاش فجائيا عند النقطة اللي بعد كده عدم شد المنشار جيدا بين الطارتين لو انا جيت ركبت شريط المنشار وسبت شريط المنشار من غير ما شده على الطارتين اثناء عملية دوران الطارة القائدة هيحصل ان شريط المنشار مش هيبقى منجزب على الطارتين وبالتالي مش هتنتقل الحركة للطارة العليا اللي هي الطارة التابعة وبالتالي مش هيتحرك شريط المنشار وممكن يحصل فيه خلل انه هو يحصل فيه كسر او استضام بالجوانب اللي موجودة عندي الاماكن التوازن بتاعة شريط المنشار وبالتالي ممكن يحصل فيه كسر عندي بعد كده دفع الشريط دائما للخلف لما بعمل عملية تشغيل ما ينفعشي اضغط على الشريط المنشار بحيث انه هو ادفعه للخلف لا انا بخلي المشغولة تتقرب او تكون مواجهة لشريط المنشار وفي نفس الوقت حركتها بتكون حركة بطيئة بحيث ان هي يتم عملية تدريجية ما يكونش عملية فجائية وبالتالي لو انا ضغطت القطعة المشغولة على شريط المنشار هيندفع شريط المنشار للخلف وبالتالي هيحصل عدم اتزان فيه وبالتالي ممكن يحصل الكسر النقطة اللي بعد كده اتفقنا ان شريط المنشار عبارة عن شريط مصنوع من الصلب المرين بيبقى فيه عملية لحام للطرفين اتأكد دايما ان عملية اللحام دي عملية لحام جيدة لان لو عملية اللحام لحام مش جيد او لحام رديق بيتم هنا فصل الشريط عن طريق ان هو اثناء عملية الاحتكاك بيحصل الفصل بين طرفي المنشار او طرفي شريط المنشار وبالتالي هنا هيحصل الكسر لشريط المنشار النقطة اللي بعد كده عدم ضبط التوتر في السلاح انا هنا لازم اراعي ان سلاح المنشار يكون بيتحرك حركة عمودية ما يكونش فيه لبة زي ما انا قلت ما يكونش فيه حركة الحركة دي ما تبقاش حركة اهتزازية لان الحركة الهتزازية اثناء تقريب المشغولة لشريط المنشار هتعمل عملية كسر لشريط المنشار لان شريط المنشار ما بيتحركش في اتجاه واحد بيبقى الحركة واخد اتجاه متزبزب وبالتالي هنا بيحصل استضام بالمشغولة وبتدي يحصل عملية كسر لصلاح المنشار عندي عملية تفليج اسنان المنشار عملية تفليج اسنان المنشار ان انا عندي اسنان المنشار بتبقى فوق بعضها ببتدي اعمل عملية تفليج ان انا احرك سنة الاولانية على يمين وبعدين سنة شمال وبعدين سنة عدلة او احرك سنتين يمين وسنتين شمال وسنة عدلة ده الهدف منه تفليج الاسنان ان انا احرك الاسنان بحيث ان انا قدي فراغ ما بين اسنان المنشار الفراغ ده يسمح بمرور الرايش الناتج عن عملية الاصل او عملية النشر اثناء عملية النشر بينتج رايش من القطعة اللي انا بقطعها الرايش ده لو انا ما عملتش عملية تفليج الاسنان هيبقى موجود بين اسنان المنشار وبالتالي هيعمل عملية ان المنشار سلاح المنشار مش هتحرك بحركة مناسبة هيبقى فيه رد فعل للرايش ده مع المعدن وبالتالي المنشار مش هتحرك بطريقة سليمة عندي بعد كده اصلاح ولحام شريط المنشار طيب لما يحصل اسناء عملية تشغيل كسر لشريط المنشار ابتدي اعمل عملية اصلاح عملية الاصلاح دي بواسطة جهاز لحام كهربائي بعمل عملية لحام لشريط المنشار وذلك ان انا بعمل عملية تجليخ لمكان اللحام القديم اشيل اصر مكان اللحام القديم عند طرفها المنشار المكسور وبعد كده ابتدي اعمل عملية اللحام بان انا اضع القطعتين قدام بعض في مشابك حددية بحطهم قدام بعض وجبكم وبتدي بعد كده اعمل عملية اللحام لشريط المنشار باستخدم اللحام شريط المنشار اما الفضة او النحاس والتنكار وبودرة اللحام لو اعمل عملية اللحام لشريط المنشار ممكن استخدم الفضة او استخدم النحاس باستخدم معهم طبعا المواد المساعدة اللي هي التنكار والبودرة بتاعت اللحام وبيتم توصيل الطيار الكهرابي لاتمام عملية اللحام وبعد الانتهاء من عملية اللحام يرفع السلاح وينعم بعد كده ببتدي اعمل عملية ازالة للزوائد بتاعة مكان اللحام اذا وجدت وده بيتم باستخدام المبرد بنظف مكان اللحام بعد ما بعمل عملية اللحام وبعد كده بلاحظ ان اسنان المنشار لازم تكون منتظمة مع بعضها قبل اجراء عملية اللحام يعني بوصل الطرفين ببعض بيتأكد ان الطرفين مواجهين لبعض تماما حيث ان انا لما بعمل عملية اللحام يبقى سلاح المنشار طرفينه مواجهين لبعض هيكونش في حركة لجزء عن جزء وبالتالي بيتم اللحام هنا في شريط المنشار ممكن ما يكونش الجزئين مزبوطين وبالتالي هيحصل ان شريط المنشار مش هيقدر الغرض بتاعه هينكسر اثناء عملية الاحتكاءات بالمجهول طيب احنا كده اتكلمنا عن مكينة منشار الصينية اجزاءها وطريقة تشغيل وطريقة نقل الحركة اتكلمنا عن ان هي بتستخدم في قطع الكتل اتكلمنا عن منشار الشريط وقلنا اجزاءه وطريقة تشغيله وقلنا ان هو بيستخدم في فصل قطاعات المعدن الصغيرة هنتكلم دلوقتي على النوع الثالث اللي هو المنشار الترددي المنشار الترددي فكرة عمله اللي هو شبيهة بالمنشار الحددي العادي اللي هو عبارة عن اطار موجود فيه او متركب فيه سلاح منشار ويبتدي الاطار ده يتحرك حركة افقية على المعدن بعد ربط المعدن في المنجلة فيبتدي تتم عملية القطع هنا المنشار الترددي واخد نفس الفكرة ان هو عبارة عن سلاح او اطار عبارة عن اطار متركب فيه سلاح المنشار الاطار ده بيبقى متصل بزراع الزراع متصل بطارة الطارة متصلة بطارة اخرى بمتصلة او رجبة على المحاركة العربي فتنتقل الحركة من الطارة اللي راكب على المحاركة العربي للطارة اللي راكب عليها الاطار بتاع المنشار عن طريق زراع الطارة اللي راكب عليها اطار المنشار بتبقى عبارة عن كرانك او دايرة الدايرة دي بيبقى فيها اتصال لمركزي بالزراع الحامل لالاطار بتاع المنشار زي ما احنا هنشوف دلوقتي المنشار الترددي هو اشبه بالمنشار البراد اليدوي الا انه يتحرك آليا يعني بيستخدم فيه الحركة بتاعته محرك كهربي وبيكون عبارة عن برواز منشار مسبت به صفيحة المنشار بيتحرك حركة ترددية كما لو كان ممساكا باليد زي ما احنا اتفقنا وزي ما احنا قلنا انه هو نفس فكرة المنشار اليدوي العادي طيب عندي بعد كده يقول انه هو بيستعمل فيه اللغة المنشار الترددية بيستعمل هذا المنشار في قطع اسياخ وكتل الحديد المختلفة السمك وجميع انواع المعادن يبقى انه بيستخدم فيه قطع الاسياخ والكتل للحديد وفي نفس الوقت بيستخدم في قطع المعادن اخرى ممكن اقطع بالنحاس ممكن اقطع به الالمونيوم ممكن اقطع به المعادن المختلفة ده شكل لمنشار الترددية زي ما احنا اتفقنا انه هو عبارة عن اطار اللي هو ده الاطار راكب في سلاح المنشار اللي باللوني الازرق ده ومتصل طبعا الاطار هنا بيبقى فيه محرك كهرابي وهنا كرنك طبعا داخل الجزء ده بحيث ان الحركة تكون حركة ترددية حركة ترددية للامام والخلف بحيث ان سلاح المنشار بيكون راكب على الاطار وفي نفس الوقت الاطار نفسه بيتحرك حركة ترددية بيدفع للامام والخلف وبيكون الدفع للامام سلاح المنشار بيكون ما يكونش محتكب بيكون محتكب المشغولة وعند رجوع سلاح المنشار بيكون مش محتكب المشغولة بحيث ان يكون مشوار القطع هنا في الاتجاه الامامي فقط ما يكونش في الاتجاهين عشان مش هنفع ان انا اعمل عملية قطع لان اسنان السلاح بتاع المنشار بتكون موجهة للامام بحيث ان انا اسنان المنشار بتكون اتجاهها للامام فهنا عملية القطع بتتم عن طريق الحركة للامام طيب الحركة للامام دي اسمها حركة التغذية الحركة للخلف بيكون سلاح المنشار مش محتكب المشغولة بحيث ان هو يرجع من غير محتكب المشغولة وتبدأ جولة تاني من عملية القطع عن طريق المشوار القطع الأمام طيب تركيب منشار المنشار الترددي بيتركب المنشار الترددي زي ما احنا قلنا من فرش طبعا أي مكينة ليها قاعدة وليها جسم مكينة وليها فرش للمكينة الفرش ده بيكون مصنوع من الحديد الظهر وبيكون متسبت في الأرض ومتركب عليه منجلة لربط المشغولة المراد قطعا أنا عندي هنا عملية القطع لازم أثبت المشغولة وتأكد المشغولة سابتة عشان لما يحصل احتكاج بين سلاح المنشار وما بين المشغولة ما يحصلش عندي إن المشغولة ممكن تتحرك في اتجاهها وآخر وبالتالي مش هتتم عملية القطع بالطريقة السليمة طيب يتركب المنشار من فرش من الظهر يثبت في الأرض ومركب عليه من أعلى مركب عليه من أعلى منجلة لربط المشغولة المراد قطعها وفك علوة تحرك إلى أعلى وإلى أسفل بحيث أن أنا أعمل عملية تثبيت للمشغولة طبعا حتى يمكن ربط المشغولة في مكانها بالمنجلة واتحرك البرواز داخل الفك العلي تردديا داخل مجرى غينفاريبا هنا في مجرى بيتحرك فيها البرواز بتاع المنشار طيب ده شكل تشريح زي ما احنا قلنا ليه المنشار نفسه أنا عندي هنا إطار الإطار بتاع المنشار اللي ركب فيه سلاح المنشار عندي هنا سلاح المنشار عندي المنجلة اللي بيتم تثبيت فيها المشغولة اللي هي الجزء ده دي المشغولة بتاعت اللي مسبتها عندي هنا الإطار متصل بزراعة الزراعة ده متركب على كرانك اللي هو الجزء ده أو تيرس إكسنتريك تيرس إكسنتريك يعني تيرس فيه جزء مفرغ أو فيه ثقب قريب للمحور بتاعه بحيث إن أنا أركب فيه الزراع المتصل بالإيه بالإطار بتاع المنشار اللي هو برواز المنشار طيب وبيكون التيرس ده متركب على محور تمام؟ والمحور ده متصل هيكون متصل التيرس هنا عندي بتيرس تاني التيرس التاني متصل ركب عليه طارة ركب عليها سير متصل بطارة اللي هي بتاخد الحركة من محارك الكهرابي يبقى عندي محارك الكهرابي عليه طارة الطارة دي ركب عليها سير السير متصل بطارة تانية فيها جزء عبارة عن تيرس مسنن يعني ركب عليها تيرس مسنن متعشق مع التيرس الإكسنتريك اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيتركب عليه دراعة التشغيل اللي هو متصل به الإطار بتاع المنشار ومتركب عليه سلاح المنشار طيب الحركة هنا بتتم عند دوران محارك الكهرابي يبتدي ينقل الحركة عن طريق السير من الطارة اللي مركبة عليه للطارة الاخرى عن طريق سير الطارة الاخرى متسبت عليها تيرس زي ما احنا قلنا متعشق مع تيرس إكسنتريك التيرس الإكسنتريك ليه جزء لمركزي متركب فيه دراع الدراع ده متصل بالإطار لما بيتم تحريك الدوران المحارك الكهرابي يبتدي تيرس الإكسنتريك ده يلفت فيبتدي الدراع ده يتحرك للخلف فيبتدي يسحب معه إطار المنشار وبالتالي يسحب مع سلاح المنشار لما يبتدي يلف ويكمل دورته يبتدي الدائرة دي تقرب وتبتدي تضغط الدراع فيبتدي الدراع يضغط إطار المنشار وبالتالي يتحرك سلاح المنشار في موجهة المشغولة فيبتدي يعمل عملية القطع للمجهولة اللي بتكون متسبتها على المنجلة بتاعة المنشارة طيب ده احنا قلنا ده رسم تخطيطي للمنشارة التردددي موضحة ليه الاجزاء عندي بعد كده طريقة نقل الحركة تنتقل الحركة من المحرك الكهرابي زي ما احنا قلنا اللي هو الف الى الطنبور ب ثم الى الترس الصغير جيم الترس ده اللي احنا اتفقنا عليه اللي متسبت على الطنبور او للطارة بحيث انه هو هين الحركة للترس الاكسنتريك مسبت على العمود المسبت عليه الطنبور به تنتقل الحركة من الترس الصغير الى ترس كبير ده ثم تتحول الحركة زي ما احنا قلنا ان الحركة الترددية بتتم عن طريق الترس الاكسنتريك ثم تتحول الحركة من حركة دائرية الى حركة مستقيمة مترددة بواسطة زراع الزراع اللي هو متصل بيه اطار المنشار بيكون متسبت طرفه مفصليا في الترس الكبير اللي هو الاكسنتريك وطرفه الاخر في برواز المنشار زي ما احنا قلنا بحيث ان برواز المنشار ده يتحرك حركة ترددية للامام وللخلف يتحرك الفك العلوي الى اعلى بواسطة طولومبا ايدروليكية يبقى هنا وبعمل عملية القط بيكون اتجاه المشوار او اتجاه الحركة لامام عادي بيتم في القط لكن وهو راجع بيكون الحركة هنا حركة مش موبا يعني بتبقاش حركة في احتكاج سلاح المنشار بالمجهولة لان وهو راجع ما بيكونش فيه عملية ايه قط هنا بيتحرك الفك العلوي الى اعلى بواسطة طولومبا ايدروليكية تأخذ حركتها من اكسنتريك مركب على العمود اللي احنا قلنا عليه اللي هو القرص الدائري مركب على العمود المركب عليه الترس الكبير ولا يؤدي الطولومبا عملها في رفع الفك العلوي الا ازا ضغط على المفتاح الخاص به يعني بعمل عملية ايه ضغط على المفتاح التشغيل عشان يتم عملية حركة الطولومبا دي الا ازا ضغط على المفتاح الخاص به الذي يؤثر على سمامه طيب يتحرك الفك الى اسفل بسقله وعند انتقاء القط يقف المنشار تلقائيا بواسطة تأثير دليل المنشار طبعا هو بيتحرك فيه الدراع اللي احنا قلنا عليه الدراع دوت الدراع دوت بينتقل الحركة منه حركة مستقيمة للامام وللخلف وبيتم القطع دوت طريق رابع عن طريق المحرك وذلك الدليل مثبت في برواز المنشار ويثبت بالمنجلة خرطوم مية زي ما احنا قلنا للتبريد لتبريد كل من المشغولة وسلاح المنشار واثناء عملية القطع بيكون هذا الخرطوم يتصل بترمبة المية التي تأخذ حركتها من العمود الحركة ايضا طيب كده احنا قلنا الحركة الترددية وطريقة نقل الحركة بالنسبة لمنشار التردد بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اترككم في رعاية الامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة